55 ألف دينار هذه تفاصيل زيادات الأساتذة الجامعيين صادق أمس مجلس وزراء على ثلاث مراسم تنفيذية تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتخص الأساتذة الجامعيين بالدرجة الأولى وتشمل المراسم القانونية الأساسي لأستاذ جامع الباحث القانون الأساسي للبحثين الدائمين والقانون الأساسي للأستاذ الاستشفائي وحسب الناطق باسم المجلس الأستاذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس عبد المحافظ ميلات فإن أهم ما جاء في القانون الأساسي الجديد هو استحداث رتبة جديدة هي رتبة الأستاذ المميز وأضاف في التصريح الذي خص به النهار أونلاين أن قيمة الزيادات في الأجر حسب النسخة النهائية من النظام التعويذي على الشكل التالي أستاذ تعليم عالي درجة ستة ربعين ألف دينار جزائري درجة ثامنة خمسة وربعين ألف دينار درجة عاشرة خمسين ألف دينار درجة تناش خمسة وخمسين ألف دينار أستاذ محاضر ألف الدرجة السادسة ثلاثين ألف دينار أستاذ محاضر با الدرجة السادسة لين وعشرين ألف دينار أستاذ مساعد ألف الدرجة السادسة 18 ألف وربعمائة دينار لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار الجزائرية المحلية هذا دعما لنا لإفادتكم بكل المستجدات